وصل إلى الرياض اليوم مفدون عراقي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي علي عبد الأمير علاوي في زيارة رسمية للمملكة وتعول الرياض وبغداد على مجلس التنسيق السعودي العراقي في تعزيز التواصل بين الدولتين على المستوى الاستراتيجي وتعميق الثقة السياسية المتبادلة وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية تشهد العلاقات السعودية العراقية تطورا ملحوظا كان آخر هذه التطورات مجلسا تنسيقيا يعنى بالتعاون بين الرياض وبغداد تبادل للخبرات الفنية والتقنية بين الجهات المعنية في البلدين والتعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الزيارات والمشاركة في البرامج التدريبية وتنمية المناطق الحدودية للعراق مع السعودية والاستفادة من المدن الاقتصادية المتاحة لتكون مصدرا زراعيا وصناعيا رئيسيا وتكون بيئة جاذبة للقطاع الخاص والمستثمرين كما يعلم الجميع أن المملكة العربية السعودية لها القوة الحقيقية ليس على المحيط العربي أو على الجامعة العربية أو دول الخيج العربي وإنما على دول العالم فكيف العراق اليوم ليس هناك لا اقتصاد ولا قوة حقيقية على المستوى المالي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى حتى السياحي وغير السياحي وبالتالي اليوم انفتاح العراقي على المملكة العربية السعودية أنا أعتقد سيعطي قوة للعراق وقوة لكل المنطقة وتعاول رياض وبغداد على المجلس في تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة منها تعزيز التواصل بين الدولتين على المستوى الاستراتيجي وتعميق الثقة السياسية المتبادلة وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية ونشهد في المرحلة الراهنة لمحات من عراق وطني جديد معتد بذاته وبجيرانه العرب متضلع إلى محيطه عراق يتعافى ويستحضر تاريخه التليد وثقافته العظيمة بعودته إلى حاضنة العربية لتكون الرياض العمق العربي والإسلامي بوابة لهذه العودة المنتظرة وحول هذا الموضوع ينضم معنا في الاستوديو الدكتور سلطان العنقري الكاتب والباحث السياسي بدأتنا دكتور رحب بك في عين الخامسة الله حيك استاذ يحيى وشكرا لقناتنا الأخبارية وتحية أيضا للمستمعين ولمشاهدين حيك الله دكتور دعنا نبدأ من ما وافتنا به الأخبار مؤخرا من وصول أعضاء مجلس التنسيق السعودي العراقي وهو وفد يحوي شخصيات وزارية إلى المملكة أود أن أسمع منك تقييم لأهمية العلاقات السعودية العراقية وهي تنطلق من إرث تاريخي عميق سواء كان ديني أو عرقي أو سياسي بسم الله الرحمن الرحيم أولا خلينا نبدأ نشوف المملكة العربية السعودية والعراق تربطهم أولا في روابط قبلية عند القبائل في الشمال لا امتداء في العراق ولدينا أيضا حدود ممتدة لحوالي 814 كيلو متر من حفر الباطن الشرق قريبة من حدودنا مع الكويت إلى طريف في الغرب قريبة من حدود الأردنية ولدينا أيضا معبر مهم جدا وهو معبر جديدة عرار وهو شمال شرق مدينة عرار وهو يعتبر من المعابر المهمة وقعد لدينا انتهى تطويره وأصبح يستوعب الحركات التبادل التجاري وغيرها من الأشياء هذه والمسافرين ولذلك لدينا إذن لدينا نحن يعني روابط قبلية فيها نسب في حدود 814 كيلو في منفذ لنا على العراق والعراق هو عنقنا الأمني والاستراتيجي يعني لا يمكن أبدا إطلاقا ولا تنسى أن العراق حتى منتخب العراق عندنا في دورة الخليج العربي إذن نحن وإن شاء الله تستقر وينضم إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي العراق هو عنقنا الأمني أساسا ويمثل بوابة شرقية العرب شرقية وغير كذا هو أساسا يعني هو العراق يحمين سيد جيت الواقع هو واقع ما بين إيران وبين تركيا موقع استراتيجي كل ما يكون العراق قوي وكل ما يكون العراق واقف على أرجله على هذا وهناك يعني استقرار أمني هناك ضبط للحدود هناك ضبط للسلاح هناك هذا الفلتان للدواعش وغيرهم كل ما أصبح العراق يقترب من حاضنتها العربية حاضنتها السعودية ولديه حدود مع الأردن ولديه حدود مع سوريا إذن نحن نتكلم عن بلد شقيق جداً لنا والعراق بلدنا وأهلنا مصير واحد مصير واحد بلا شك فأرجع لسؤالك اللي هو أهمية هذا التنسيق يعني العراق الآن محتاج لنا صراحة وحنا يعني محتاجين له محتاجين له من ناحية الأمنية والاستراتيجية ولذلك نحن عندما يكون هناك مجلس تنسيق سعودي عراقي معناته سوف تكون هناك تسهيل في مذكرات تفاهم وفي اتفاقيات وقعت من قبل والتالي تفعيلها وتشترك العراق بدأ الآن يرجع إلى وضعها الطبيعي العراق صحيح وعلى شعبه بدون أي تدخلات خارجية نعم دكتور هذا المجلس يعني هنا المجلس التنسيقي العراقي السعودي ينعقد في جلسته الثالثة أو في دورته الثالثة كيف ترى جهود هذا المجلس على أرض الواقع؟ لا أنا أتوقع أنه بقى يعني في الفترة الأخيرة ونتكلم هنا يعني عشان نكون أكثر في الفترة الأخيرة العراق بدأ ينهض ولذلك عندما ينهض العراق فإن الاتفاقيات سوف تفعل وسوف يعني كلها دور كبير يعني بدل ما كانت بس حبرا على ورق أصبح هناك يعني ولا تنسى أنه كما قلت 814 كيلو عندنا منفذ يعني إحنا لنا حدود مع العراق 814 كيلو يعني بالإمكان العراق يستفيد بمملكة العربية السعودية وبالإمكان المملكة العربية السعودية أيضا تساعد العراق في بناء التحتية البناء التحتية منهارة تماما في العراق في المشاكل التي حصلت الآن في إمداد الكهربائي في عملية المقاولات في عملية التعمير في عملية المملكة الجاهزة عندها شركاتها أو عندها وبالتالي هناك يكون هناك مصالح متبادلة ويكون هناك استثمار يعني أنا ودائما يعني حتى لي في مقالك قلت بأن هناك هيئة الاستثمار أو صندوق الاستثمارات العامة يجب أن يلعب دور كبير في هذا المجلس التنسيقي السعودي على أساس أنه يضخ أموال في العراق لعراق بلدنا مع مكان دعني أنتقل بك إلى محور هام جدا وهو العراق لا شك بأن العرب تحلم بعودة إلى الحاضنة العربية كركن من أركان العرب دعني أن نقول ركن شديد هناك جهود رقابية لمحاربة الفساد لوحظت في الفترة الأخيرة على أعلى المستويات في العراق وتابعتها أعلى الشخصيات تلك الجهود لمحاربة الفساد وبدأت من تهريب ثروات العراق ضربت بكف من حديد في هذا أود أن أسمع منك رأيك عن هذه الجهود ودورها في إعادة العرب العراق إلى الحاضنة العربية لا هو الآن في ضبط شوف الإشكالية في العراق عندما أتى الوزارات المتعاقبة يعني أتى نور المالكة وحل الجيش وحل الاستخبارات الداخلية وحل الاستخبارات الخارجية وحل الأجهزة الأمنية وحرس الحدود وبالتالي أصبح العراق بلد مفتوح انفتاح العراق أصبح لقمة سائغة لتركيا والإراق لنكونوا واقعيين ولذلك الآن وأنا أشوف الأخبار يعني السيدة الكاظم بدأ الآن يذهب إلى الحدود وبدأ يضبط كانت أول مليارات مليارات الدولارات يا أستاذ تذهب إلى جيوب الحشد الشعبي والأحزاب ولا أصبح هذه أنت تعرف أنه العدود الجمارك الجمارك عامل دخل مهم للبلد إذا البضائع تأتي بدون جمارك أو حتى بتهريب أو حتى أصبح البلد يفقد يعني نسبك في دخل البلد وفي ناتجها المحلي وفي حتى في الميزانية إذن هذه مليارات هذه بإمكان أنها تكون حتى تساعد في عملية الرواتب وعملية إذن هذا مصدر مهم جدا الجمارك أصبحت وخاصة نتكلم عن من ناحية إيران أكثر شيء من إيران ونتكلم من تركيا ونتكلم من من سوريا إذن عملية ضبط الحدود في البداية سوف تسهل سوف تجعل العراق يتحكم في سيادته في سيادته وفي هيبة الدولة على أراضيها جمع السلاح وأن تكون السلاح في أيدي الحكومة وليس في أيدي رعاع وميليشيات ميليشيات تتبع أنظمة خارجية نعم المملكة العربية السعودية والعراق دولتان لها ثقلها في الوسط العربي وتمتلك من المقومات الطبيعية الشيء الكثير سواء على مستوى الثروات النطية أو الزراعية وخلافة إذا كتبت توفيق لمجلس التنسيق السعودي العراقي وهذا ما نلمسه بإذن الله في المرحلة القادمة وتقدمت تلك العلاقة كيف ترى انعكاسات ذلك على العالم العربي أجمع هو بوابتنا العراق هي بوابتنا الشرقية إذا جازنا التعبير هي البوابة التي يعني ترانا نحن العرب عمقها الأمني ونحن ننظر لها أيضا بأنها عمقنا وأيضا الأمني إذن الاستثباب سوف ينعكس على سوريا سوف ينعكس على حتى لبنان لأن العراق عامل فاصل ما بين إيران وتركيا وما بين سوريا وبالتالي لما تكونك تحكم بالحدود وعملية حكومة قوية جدا والحكومة الأخيرة هذه بالفعل قوية وقامت بعمل ضبط الحدود أهم شيء تضبط الحدود الداخلي ما هي مشكلة ضبط الحدود تقوية أجهزة الاستخبارات الأجهزة الأي بلد لازم يكون عندك استخبارات داخلية ولازم يكون عندك استخبارات خارجية هذه مية غير موجودة في العالم على شكل يمكن يعني ضعيف لكن يجب أن تقوي لأنه هو الذي صمام الأمان وهو الذي يحمل الجبهة الداخلية الداخلية معروفة استخبارات داخلية والاستخبارات الخارجية كلها تقوم بعملية حماية الجبهة الداخلية من الاختراق الداخلي والخارجي نعم أنا دكتور سلطان العنجلي شاكر لك حضورك لعين الخامسة الله يحييك استرحي شكرا لك شكرا لك